السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين حول هذه الآية الكريمة تدور سنة من سنن الله عز وجل في كونه التي لا تتبدل ولا تتغير وهي سنة التدافع ما هي سنة التدافع وما هي أنواع التدافع وكيف يتعامل معها الإنسان بفهم ووعي ورقي هذا موضوع حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ نشأة أحمد الداعي الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف فضيلة الشيخ مرحبا بكم أحسن الله إليكم في البداية ما هو التدافع وما هي سنة الله في هذا التدافع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله ألا الله وليه الصلاحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم وتسلم كثيرا التدافع باختصار شديد دفع الفساد عن أهل الأرض دفع الفساد عن أهل الأرض والفسد بكل صوره وألوانه وأشكاله والدفع يقع في صورتين إما دفع الله عز وجل عن عباده وإما دفع العباد للعباد دفع الله عن العباد ودفع العباد للعباد قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فوعد الرب بالمدافع عن المؤمنين ودفع الشر عنهم ودفع الفساد عنهم وعانتهم على الخير وعانتهم على إعانة الخلق على الخير بل أمرهم بهذا وعد بإعانتهم كتب الله الأغلبان أنا ورسلي كتب الله الأغلبان أنا ورسلي فوعد بالنصرة وعد بالمدافعة وعد بالتمكين كل دوعود من الله عز وجل بالدفع في نصرة أهل الحق في إعانتهم عن نشر الحق في إعانتهم على دفع الباطل والفساد عن أرض وأمر المؤمنين بالمدافعة فقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وقال في الأخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ والأي دي جمعت الاثنين معا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ يبقى إذا دافع الإنسان جاءه الدفع من الواحد الديان يبقى مطلوب دفع الإنسان للباطل والفساد وأهله ومطلوب نصرة الله في هذا الباب والتخدم فيه ثم دفع الله دفع الله أخذ صورتين في التاريخ الأمم السابقة على النبي إبراهيم كانت الأمة يرسل لها رسول النبي ويقيم عليها حجة الله عز وجل فإن أبت إلا إعلاء الباطل بعد بان الحق لها وإن أبت إلا محاربة الحق وأهله تدخل الرب بالإفناء تهلك والإبادة وأخذتهم سنات عامة كما هلك عاد وقوم نوح وسمود وقوم لوط وغيره فكذبوا فأهلكناهم وفي كل مرة يقول تعالى فكيف كان عذابي ونذر النذارة وقعت والعذاب وقع من عصر النبي الله إبراهيم إن حصلت النبو في النبي الله إبراهيم وقعت بعض هذه السنن بعده في فترة ثم أزن الله بتغيير هذه السنن وجعل الدفع في البشرين لما كسر الحق أهله وقع هذا مع نبي الله موسى وأمر الله المؤمنين بدفع الكافرين بقوتهم وأيديهم وإعداد القوة لمواجهتهم وعد لهم مستطاعت من قوة من رباط القيل ترهبون به عدو الله عدو فكلف أهل الحق بنصرة الحق ونصرة أهله وكلف أهل الحق بدفع الفساد وأهله ما بقاش فيه تغيير إلهي بقى لا فيه تغيير إلهي بس يأتي على فترات لكن قل ما عد بالكم الكبير بدءا من رسالة سيدنا موسى لكن بدءا من رسالة سيدنا موسى بدأ يفرض الجهاد على المؤمنين واستمر هذا حتى الأم الخاتمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل في قوم موسى تدخل وأغرق فرعون قادر أن يهلك وقادر أن يدمر وقادر أن يبيد لكن أمر بالجهاد نبي الله موسى من بداية قال يا قوموا دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بعد ما أهلك فرعون بدأ الدفع لدفعهم الإهلاك وقع قبل هذه الأن هذا الموقف وسن هذا في كل الأنبياء بعد نبي الله موسى حتى جاء نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم ومضت هذه السنة فينا فالأمة المسلمة وأمة الحق مطالبة بالدفع عن هذا الحق لا عفوا يعني في رسالة سيدنا عيسى مثلا هل كان هناك أمر بالجهاد؟ سيدنا عيسى لم يمكس طويلا والأمر بالجهاد عنده مأخوذ من التوراة نبي الله عيسى أقام شرعة التوراة وهذا الدفع موجود في التوراة فشرعته شرعة نبي الله موسى لكن ليس في الإنجيل آيات أو تدعو للجهاد يا أخي الإنجيل جاء يعالج الجانب الناقص في التوراة التوراة جاءت بكل الأحكام والتشريعات المادية اللي نقص ولم يوفى الجانب الروحي جاء الإنجيل ليتمم هذا الجانب ثم جاء القرآن جامعاً لاثنتين معاً وضحت؟ فلكن نبي الله موسى نفسه نبي الله عيسى نفسه أمرهم باتباع التوراة في كل ما جاء ومصدقاً لما بين يدي من التوراة وضحت؟ جميل ويقول حتى في نص الإنجيل ما جئت لأنقض النموس ما جئت لأنقض التشريع القائم في التوراة إنما جئت متمماً لرسالة أخي موسى جميل فلابد أن ندرك هذا المعنى الدفع وقع على المؤمنين والنصرة طولب بها أهل الإيمان طيب كيف ينصروا؟ الرب قال ما استطعت وعدوا لهم ما استطعت فلم يكلفنا إلا الاستطاعة فإن قدمنا ما في وسعنا وعدنا بالتدخل في الباقي وهذا مدافعة الرب إبقى مدافعتنا بأن نقدم لله ما في وسعنا ومدافعة الرب أن يتم لنا الأمر الصحابة في بدر وفي غيرها المواقع خرجوا بما في وسعهم وجاءهم مدد ربي المدد كيف يقع أشكاله تختلف من حالة لحالة الحقيقة لما تتتبع هذا الأمر في القرآن الكريم تزهل كيف جاء النصر في بدر الدفع وقع من الله عز وجل يقينا يقينا الملائكة المثبتة لا وغير الملائكة غير الملائكة دفع الرب نحن لا نتخيل هذا الصحابة خرجوا من المدينة ثلاثمائة وابعت عشر صحابة ما منهم واحد خرج يفكر في اقتال أصل والنبي ما عزم عليه كما يقول الصحابة ما عزم عليه رسول الله قال من كان مهيئا لخرجه فليخرج فخرج بعض الصحابة ليس معه سلاح للحق بقفلة أبي سفيان فقط هيقابلوا ثلاثمائة واربعة عشر هيقابل أربعين رجل ليست معضلة بالنسبة لهم فمنهم من خرج بالسلاح ومنهم من خرج بالسلاح لا يصلح أن يكون سلاح وقع هذا أثناء الطريق الرب خيره بين العير والنفير ما منهم واحد فكر في النفير والقرآن ننص على هذا كما أخرجك ربك من بيتك الحق وإن فريقا منك يروني يجادوني لك في الحق بعدما تبين وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين لأنها لكم وتودون كلكم أن غير ذات الشوكة تكون لكم لا يريدون الله ويريد الله بان قدره أن يحق الحق بكلمات ويقطع دابير الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطلة ولو كره المشركون يبقى لله إرادة هيحق الحق تبينت السنة في التدافع الحكمة الحكمة هي ويريدوا الله هذا رادته وهذا مراده وهذا هدف دفعه وبالفعل خيروا فاختار طيب لما وقع وصلوا بدر مع شغفهم بالعير للنفير وصلوا بدر قبل أن تنصر العير ما كانت وصلت النبي أرسل عيونه دخلوا بدر سألوا تأكدوا أن العير لم تمر من شدة الفرح الصحابة ومكبر الصحابة من شدة الفرح وأنهم ظفروا بالعير ولن يتعرضوا لنفير رجعوا الأربع مسرعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبروا خبر ما بقي منهم واحد والكلام دين فعسكرين فلما رجعوا جاء أبو سفيا فوقت رجوعهم فلما أرد أن يحط رحالة يضع رحالة سأل هل جاء أحد غريب إلى مناطقك ماذي قالوا جاء أربعة رجال قال من هم قالوا نعرفهم صفوهم لي قالوا لن نستطيع قال أين نجلسه قالوا تحت هذه الشجرة فأخذ يبحث عن أسارهم فوجد بعر الجمال اللي ركبوها فرك البعر وجد فيه نوة يسرب قال هذا نوة يسرب لا بقاء لي في بتر فانصرف وأفلتت العير النبي لما رأى هذه العجلة فيهم دخل بنفسه إلى بتر ومعه ببكر ليستطلع الخبر بالنفس ففتاقا أن العيرة فلتت والنفير تعينت لما جاء يخبرهم الخبر الرب يصف حالهم يقول كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كان بالنسبة كارهون صدمة صدمة كبيرة جدا احنا ما خرجنا لحرب ولم نهيأ لحرب حتى جاء بعض صحابه قال يا رسول الله يعني عبد الله من سعود يقول ليس معي غير هذا السيف الذي ذهب حدا أبي أقاتل أقاتل بسيف متلم قال قاتل قال إذن دعوا لي أبا جهل القائد العالي لقوة المسلحة دعوا لي أبا جهل مدم أخذ بشرى من رسول الله قاتل دعوا لي أبا جهل أحد الصحابة يقول يا رسول الله لا أمل غير هذه الجريدة من نخل أبيها وقاتل قال قاتل قال والله كانت أحد من السيف في يدي في قطع الناق المشكين وغيرهم الشاهد دخلوا المعركة وتقدموا لبدر والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فريق الاستطلاع الحب بنونزل وغيره لغاية ما ترستق الجيش أمام لينتظر قدوم جيش مك لحظة تلاقي الجيشان الصحابة في منتهى الروحب والخوف ثلاثمائة أو أربعة عشر بغير سلاح كافي وأمام تسعمائة وخمسين بسلاح عالي جدا فالخوف موجود أراد الله أن ينزع الخوف منه ينزع بإيه هو ذات القدر هو هو تنتدافع الدفاع نام النبي غفى فراء رؤية أن المشركين قل ويقللكم ويقللهم في أعينكم وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم سلم بإيه برؤية برؤية منامية الصحابة لما سامعوا الرؤية أيقنوا بالبشر هذه واحدة طيب إذا رأوا عيانا تنقلب الرؤية منهم قد يشكوا لو شك في نبوة النبي يعني لعوقب وقد يعاقب الجيش كله به لكن الله ليتم النعمة لما تراء الجيشان المسلمين مع السفر الطويل الأعين اختل ميزانها فرأوا عيانا المشركين نقل والمشركون رأوا المون نقل الرؤية واحد شجع الفريقين على الالتحان لكن النتيجة غير واحد وفي هذا يقول تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم إذ تسمى الفجائية لحظة اللي قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في عينكم قليلا ويقللكم في عينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا عن الله انظر يعني التدافع بإيه بالرؤية عينية برؤية عينية يعني إذن أنت تتولى الإعداد ما استطعت والله يتولى الباقي هو ده المدافعة يبقى المدافعة مش لازم نزل جيش وطير أبابين لا ده المدافعة ممكن برؤية عينية برؤية نبوية برؤية منامية طيب يحرق ده نجي لك لأسباب تفوق الخيال تفوق الخيال بعد ما رأوهم قلة تواجه الجيشان ودخل الليل أثناء الليل حدث أمر عجيب جدا كل فريق متحفز الآخر وإذا برب العباد ينزل النعاس على المؤمن دون الكافرين أربعة أيام من غير نوم تخل موازين الجسم كله نام الصحابة وغطوا في النوم واحتلموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احتلم إذ يغشيكم النعاس ناموا واحتلموا قاموا من نوم كل صحابة قام كأنه ارتكب جريمة القرآن في هذا الوقت كان ينزل بأي حادث يحكيه فكل صحابة قام اعتبر نفسه ارتكب جريمة كبيرة كيف ينام في المعركة وكيف يحتلم والقرآن سينزل سيفضحه وسينشر الخبر وتكون فضيحة له والعائلته والأولاده والذورية إلىهم الدين فكل صحابي قام مرعوب يا رب يا رب يا رب واسترني وسأريك مني كل قوة كل الخوف ذهب وكل الهمم ارتقت والعزائم سمت والأرادات ارتفعت بشكل عجب جدا بلغت القلوب نهاياتها وأخذ كل واحد يتضرع يا رب واسترني وسأريك اليوم ويعيد الوعود ويعطي القضاء النحب سأفعل اليوم وسأفعل بس استرني في هذا المشهد وإذا برب العباد ينزل المطر على المسلمين كل صحاب اغتسل وعنده اعتقد جازم أن نزول المطر استجابة لدعائه ووحده فما عرفش أنه كله ما عرفش أنه كله حوله مثله فآه يا رب أنت سترتني واغتسلت حتى لا ألقاك جنوبا سأريك اليوم ما أفعل والرب يحكي هذا المشهد في آية واحدة يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به رقم واحد من جنابة طيب لماذا الجنابة؟ المرء إذا شعر بقرب الأجل حاجته لنساء تزدد جدا ونسبة الإفراز في النتبع عليه جدا عنده رب العباد أراد أن يصرف عنهم كله وسماء الشيطان إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم نفس الشيطان ونسبة أبيس وليربط على قلوبكم بالدعاء والاستجابة ويثبت به الأقدام الأرض تحت المسلمين لدنت فأصبحت الحركة أسهل من الأول بدأ مطلع السفر أقدام كل دي آيات وقعت سبحان الله وأسباب من أعظم أسباب النصر النبي لما استيقظ في صفحة اللوم أخذ حفنة رمال وألقاها في أوجه الكفار وأقول شاهد الوجوه لكم عين تصل حفنة الرمال الرب جعل الريح تطيرها ما منها ذرة وقعتها الأرض كل ذرة دخلت في عم مشرك يعني الحفنة دي فيها 1800 ذرة كل ذرة دخلت في عين المشركين اللي الأمس رأوا المونقين له أول ما استيقظوا في اللوم ده الرب دخل عينهم انقلبت الرؤية فرأوا المؤمنين اللي رأوهم بالأمس قلة رأوهم صبيحة يوم ضعفهم وفي هذا يقول تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين بدأ كل واحد يرعب من مشركين والمسلمين يزدد يقين وقوة أحد المشركين لما أسلم يقول البت ليلة بدر فلما أصبحت كان أمامي أبو عبودة بن الجراح فنظرت إليه فرأيت عشرة أبو عبيدة مع انقلاب الرؤية قال رأيت عشرة أبو عبيدة فلا أدري أيهما أقتل فشل السلفي فيمين ولذلك كل اللي ماسك سيف إيده مشلولة شلت بالرؤية هذا ترتيب ربان عجب جدا ولذا جاء الأمر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنا يده التي فيها السيف الذي أدفع به عن نفسه لن تقوم جميل عنقه مصدر نهايته لن تقوم إذن ندرك هذا المعنى الخطير ولذا يقول الله تعالى به وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طيب في دقيقة لأنه لم يتبقى لنا كثير وقت في عالمنا المعاصر وفي يومنا هذا كيف نستفيد من هذه المعاني الجليلة في استحضار سنة التدافع في هذه الأيام مطلوب أن نعد ما استطاعنا من قوة لنصرة الحق وإظهاره دعوة وتعلما وتعليما ونشرا ودفعا عنه وتهيئة لأبنائنا لدفع عنه كل هذا مطلوب وكل إنسان على قدر وسعه في أي بيئة كان نعد ما استطعنا والباقي على الله لأن هذا وعده البعض عفوا يقول بأنه مثل هذه الدعوات قد يفهمها البعض على أنها شرعنة لفكرة الميليشيات يعني أنك تعد ما استطعت بعض الناس قد يظنوا أنهم الآن على الحق فلنأتي بما لدينا من سلاح ونستجمعه ونذهب لنعلن الدولة الإسلامية هنا أو هناك إلى أي مدى تقرأ أيضا مثل هذه الحركات في وقت قليل لو أننا صدقنا مع الله عز وجل في نصرة الدين لتلاقت قوى المسلمين ولا اجتمعت كلمة المسلمين ولو اجتمعت كلمتنا ما ثبت أهل الباطل أمامنا إيه إجابة مجازة شوية بس نحن عايشان الوقت نعم فلو اجتمعت كلمتنا ما ثبت أهل الباطل أمامنا نحن مطالبون أن واحد صفنا لكن أنت تدين مثل هذه الحركة من الشوية وقد كل إنسان منا نفسه للقاء العز وجل هذه التحركات صواب أم خطأ أي تحركات تحركات الميليشيوية تنبيمات المسلحة كل مجموعة تعمل لها ميليشية وتتحرك لوحدها هذا يعني انتحار في وسط هذا الباطل لكن المطلوب أننا نعد العدة على أن نقيم أمة مسلمة قوية فتية لها قيادة يعني تحمل الحق وتحمي أهله تحمل الحق وتحمي أهله نحن مطالبون كل سبب نملك الوصول لهذا نأخذ به كل سبب في وسعنا نعمل به والرب يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فنحن مطالبون أن نطيع الله فيما نملك نعم ونكل الأمر فيما لا نملك لمن يملك ولا نملك أحسن الله إليكم فضيلة شيخ نشهد أحمد الداعي الإسلامي الكبير على هذه الإفادات والتوضيحات الجليلة وإذن كما تفضل الشيخ في سنة التدافع بأننا علينا أن نعد العدة ثم الله عز وجل يتولى النصر كما قال عز وجل في كتابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير دمتم دوما في أمان الله مشاهدين الأكارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر